حكاية اليوم عنوانها الظبي يبحث عن صديق حل الظلام فحضنت الظبية صغيرها وحكت له قصة الأرنب الأبيض الذي أنقذه صديقه من بندقية قناص فقال الظبي الصغير أريد أن يصبح لي صديق يساعدني وأفتعده يا أمي قالت الظبية حسنا يا صغيري ابحث لك عن صديق خرج الظبي الصغير ظهرا وظل يمشي حتى رأى سنجابا رشيقا ذا ذيل طويل كثير في الشعر فحياه وطلب منه أن يدله على منبع ماء قريب لكن السنجاب نظر إليه غير مبال وقال ما كان عليك أن تفرق أمك عد إلى بيتك قال الظبي في نفسه هذا سنجاب متعجرف لا يصلح أن يكون صديقا اشتد العطش بالضبي فواصل سيره إلى أن وصل إلى نهر يجري فيه ماء عذب ظهر أمامه قطيع من الوعول الصغيرة تلعب وتقفز قال الظبي للوعول الصغيرة هل ألعب معكم؟ رحبت الوعول الصغيرة بالضبي أخذ الظبي الصغير يجري ويقفز ويمرح مع الوعول الصغيرة وفشأة صاح أحد الوعول قناص قادم على القنص عازم لا تلعبوا هيا هربوا تفرقت الوعول هاربة عندئذ تعثر الظبي الصغير وبدأ يتمره ويتوجع فخوفه من القناص جعله يفقد توازنه ويسقط على الأرض لم تكترث له الوعول وجرت لتمقذ حياتها إلا وعلا صغيرا رجع ليسعف الظبي ويساعده على الهروب قال الظبي للوعل الصغير أنا عاجز عن المشي أهرب أنجو بنفسك أجاب الوعل لن أرتكب غلطه وأتركك في هذه الورطة بقي الوعل بجانب الظبي الصغير حتى نجح في مساعدته على الوقوف على قوائمه منذ ذلك الوقت أصبح الوعل والذبي صديقين حميمين لا يفترقان ترجمة نانسي قنقر